تلك اللحظة من أجل تعزيز أهدافهم الشخصية وقد وجدت في هذا العمل ومن خلال فترة طويلة لحظات من هذا القبيل التي تراودنا أنه يجب أحياناً عدم فعل أشياء مثل تلك لذا في العشرين من يناير أمل أن الرئيس ترامب سوف يسمح لفريقه بأن يستمرون بالعمل مع بايدن ومع الفريق الانتقالي لبايدن بحيث يتم نقل السلطة بثورة سلمية وسوف يركز الرئيس ترامب على الإنجازات وسوف يذكر البلاد بما هو قادم وسوف يقبل بأنه قد فشل وسوف يأتي الرئيس الجديد وإنهاء تلك اللغة المحتدمة والسماحة للبلاد بأن تشافي نفسها وأطلب من زملائي فعل الشيء ذاته والآن سوف أتلقى الأسئلة السناتور جرامب أنت كنت من أكبر منتقد الرئيس ترامب هل لديكم أي ندم على أنكم دعمتموه في فترة من الفترات؟ كنت مخالفاً ومعترضاً على مقام به الرئيس ترامب وقد اتخذت قراري وقلت بأن كل شيء ما يجب يجب التفكير به بشأن ما فعله فقد تحدثت الناس في ساوث كارولينا وقد قلت في بعد فترة الأمر لا يتعلق بي أو يتعلق بأمور شخصية لكن الناس في ساوث كارولينا كانوا قد طلبوا مني أن أعمل معه وفعلته نفس الشيء مع أوباما وبايدن لكن هذا رئيس جمهوري وقد غير من وجهة نظري حول طبيعته بسبب تصرفاته ويوم الأمس أيضاً كان قد حرض على الفتنة والسبب الذي دفعني لأكون مقرباً من الرئيس لأنه قام بأشياء عظيمة لهذه البلاد أعتقد أن القضاة الذين قام بتعيينهم كان لديهم خيارات واضحة وكنا قد رأينا يوم الأمس جهات قضائية مستقلة وأشخاصاً مثل بيل بارم هم من أفضل وأكثر الناس تميزاً في البلاد وأعتقد بأنه قد دمر داعش وجعل العالم أكثر أماناً وخروجه من الاتفاق النووي وتحقيق سلام بين دول عربية وإسرائيل وإعادة الأمن والنظام للحدود وكان قد يصغي لي ويطلب النصح مني وعندما غضرت بشأن سوريا كان قد استمع إلي وغير من سياسته لم أستطع حث أوباما على فعل ذلك كانت لدي علاقة طيبة مع الرئيس السابق أوباما وأنا وسناتور مكين كنا قد توسلنا إليه بعدم ترك العراق لكنه فعل ذلك وأنه لا يفطر قلبي بأن صديقي أن يقوم الرئيس بفعل ما حدث يوم الأمس وما سوف يكون له من تبعات وهذا سوف يشكل تركة لن تنسى وسوف تستمر لفترة طويلة والأسبوعان القادمان سوف يحملان في طياتهما الكثير ومع مر الزمن سوف ينظر إلى الرئاسة من منظور ينقسم عليه الناس ولا بد لي أن أعبر بأنني سوف أطلع للعمل بعلاقة مزدهرة ومثمرة مع الرئيس القادم وأقول هذا الأمر بكل صدق السناتور جرام بعد أن كنت مع الرئيس لمدة أربع سنوات هل تعتقدون أنكم أو أي من أعضاء الحزب الجمهوري كانوا ليتحدثون علنا أو بصورة سرية حول الأشياء غير الحقيقية التي كان يتفوّو بها الرئيس ترامب هل تعتقدون أن هذا كان سوف يشكل فارقا؟ أعتقد أن رئاسة ترامب كانت مغطاة بصورة سيئة من قبل جهات معه ومنذ توليه سدة السلطة كان هناك محاولة لتغطية رئاسته بطريقة لم تكن لتعود بالنفع على البلاد وكانت هناك محاولات دائما لتوجيه اللوم والصخط على كل ما كان يفعله ترامب وكنت قد تحدثت بصوت عال ومرتفى عندما كان يجب علي الحديث لكن هناك جمهوريون كثر يعتقدون بأن رئاسة ترامب لم تكن شرعية وأنه قد قبل أناسا كثيرة من المقربين حوله من قطاع الأعمال الخاصة كان بمقدوره أن يفعل أفضل من ذلك لم تقر جو بايدن بأنه رئيسا للبلاد لمدة شهر ونصف شهر ألا يسهم هذا الأمر في نفس مفاهيم ترامب أعتقد أن هذه هي المشكلة هل كان لأي شخص أن يقر بخسيرة آل غور الرئيس كان قد ذهب للمحاكم ويطعن على صحة النتائج منذ بدء هذا السباق وكنت أخشى حول ما هذا ما قد يحدث وكان يطلب مني أن أعترف بفوز بايدن قبل أن يقوم الرئيس بممارسة الحقوق التي تمتع بها رؤساء سابق وقلت في أكثر من مرة وليلة الأمس أن جو بايدن فاز وهذا وفقا للدستور هل استسألتم لماذا قام الرئيس بهذه الأشياء التي لا تعد دستورية وغير مقبولة قانونا أعتقد أن ما كان يطلبه الرئيس من نائب الرئيس لا يعد دستوريا على الأطلاق وقال له البعض بأنه بمقدوري بينس أن يفعل ما طلب منه هناك بعض الأشخاص في فريق ترامب القانونية الذين كانوا قد أعطوه النصح بأنه بمقدوري فعل ذلك لكن فكرة طلب نائب الرئيس استخدام صلاحيته لإعادة الناخبين بعد أن تمت المصادقة على نتائج هذا ليس وارد في روح الدستور ونصوصه قلتم بأنه من غير المناسب أن ننظر إلى التاريخ هل تثقون بما قد يفعله الرئيس خلال الأسبوعين القادمين آمل بأن يساعد في العملية الانتقالية وهناك أحاديث تجري الأخ ارتكبه ونأمل أن تمر الأربعة عشر يوما القادمة لتكون هناك بداية جيدة لنائب الرئيس بايدن لكن تلك الانتخابات كانت شرعية وتم البت فيها دستوريا آمل ما آمله أن نمر خلال الأربعة عشر يوما بسلام وكل الأمر يتوقف على ما سوف يفعله الرئيس وعلى كيفية نقل السلطة في العشرين من يناير لقد تحدثت مع بعض الأشخاص في فترة هذا الصباح ويبدو بأننا بأن اعتقاد ما يسود بأننا نسير في الاتجاه الصح الناس المقربين من الرئيس كانوا قد أسدوا له بالنصيحة الصحيحة وطلبت أيضا معرفة علاقتي مع الرئيس أعتقدوا بأننا لا عندما على ذلك فقط قمنا بتحقيق أشياء عظيمة سوية هل تعتقدون أن الرئيس قد يترشح للرئاسة في المستقبل وهل هناك أي مخاوف أنا لا أشعر بالقلق إزاء الاستقبال لا أشعر بالقلق إزاء الانتخابات المقبلة لكنني أشعر بالقلق إزاء الأربعة عشر يوم القادمة فلنأمل بأن يتم تنصيب الرئيس بايدن في العشرين من هذا الشهر ونحن قد فقدنا جورجيا لعضو مناسب في مجلس الشيوخ ونأمل بأن نستطيع إعادة بناء أنفسنا وأن نتخلص من نظريات المؤامرة بحيث يكون لنا فرصة استعادة مجلس الشيوخ في العام 2022 وأن نقوم بمعالجة سياساتنا المتحفظة التعديل الخامس والعشرون الذي ينص على إمكانية عزل الرئيس هل تعتقدون بأن ثمة تطبيق لهذه المدى لم أسمع أحدهم يتحدث مطولا عن أزمة حتى في الأزمات عندما اندلعت حرائق في بورتلند وأماكن كما يتم الحديث الآن لكن ما أراه أن جو بايدن قد فعل عين الصواب يوم الأمس عندما تحدث عن مدى فداحة الأمر لكنني لا أؤيد مسألة التعديل الخامس والعشرين لكن إذا ما حدث خطبا ما فيمكن أن تكون كافة الخيارات على الطاولة موجودة وهذا ما تحدثت عنه نانسي بيلوسي ما الذي يجب فعله وما الذي يجب عمله لمنع الرئيس من القيام به خلال الأربعة عشر يوما القادمة أود أن أرى الرئيس ترامب سيكون حاضرا في يوم التنصيب وأن يقر ويعترف بفوز بايدن وعليه أن يأتي وأن يقوم بفعل ما هو مناسب للبلاد وعليه أن يتحدث حول ما فعله وأن يركز على بعض الإنجازات السياسية له وأن يجعل إدارة بايدن تدرك بأنه قام بتأمين الحدود وأنه إذا ما تم تغيير هذه السياسات فسوف نعود لحالة الفوضى عليه أن يذكر بالإنجازات التي حققها بمدى قساوته عن إيران واتفاقية السلام التي أبرمها بين العرب وإسرائيل وعن النجاحات الأخرى التي حققها وكلها التي سوف ينقلها لنائب الرئيس بايدن أو الذي سوف يصبح الرئيس بايدن ونأمل أن لا يقوم بتغييرها ولا سيما فيما يتعلق بالحدود وأن يشرح أيضا لبايدن كيف استطاع تحقيق اتفاقية سلام بين إسرائيل ودول عربية وكيف بمقدور فعل المزيد من هذا القبيل هل تعتقدون أن الرئيس لا يشعر بحالة ذهنية صحيحة؟ أعتقد بأنه محبط ولديه بعض المستشارين السيئين من حولها الذين كانوا قد ضغطوا عليه بهذا التوجه مارك ميدوز وغيرهم الذين أقاموا مؤخرا بإعطائه النصح المناسب وأنا اليوم لأعطيكم الإجابات حول كافة الأسئلة والآن يتم التشجيع على وجود عملية انتقال سلمية وأن يتحدث في الأيام الأربعة عشر قادمة عن أوجه النجاح التي حققها فولديه صوت وأود منه أن يسمع صوته للتركيز على إنجازاته وقريبا سوف يكون لدينا رئيسا جديدا وتعهدوا بالعمل معنا برئيس بايدن إلى الحدود الممكنة في وكيف كافة المجالات التي يمكن أن نحقق بها إنجازات ما الذي تحسبون أنه قد يحدث في الأربعة عشر يوم القادمة؟ ما هي الأشياء التي حققها؟ أعتقد أنه على مر السنوات الأربعة حقق إنجازات كثيرة وجل ما أستطيع أن أقوله أنه من منظور المحافظين بأن الرئيس ترامب كان قد تولى كافة المهام التي أسندت له بالمقارنة مع ما خلفته له إدارة أوباما